بغداد تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والعراق لأول مرة يترأس هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وخلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أكد أهمية احتضان العاصمة اجتماعات كهذه تناقش وضع الإعلام العربي والقضايا التي تهم المجتمعات على رأسها القضية الفلسطينية أن تحتضن بغداد أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي فيها أبعاد مهمة فيها زخم مهم للعراق تحت مظلة جامعة الدول العربية بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس الجامعة العربية أيضا يوم الخميس هذه الاجتماعات هذه المرة ستكون استكمال ودفع لملفات مهمة بمزاج أيضا إيجابي ومختلف هذه الاجتماعات تكتسي أهمية خاصة في سياق الوضع العربي العام أولا وثانيا في سياق متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة لوزارة الإعلام سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها باعتبارها من البنود الثابتة والدائمة التي تحضر بصدارة اهتمام وزارة الإعلام العرب هيئة الإعلام والاتصالات هي الأخرى ستترأس اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي سيعمل على إبراز هوية بغداد في المجال الإعلامي والدور الذي لعبه الإعلام المحلي في مواجهة تحديات الإرهاب وخطاب الكراهية مثل هذه الفعاليات تعطي تصور كبير لتقدم العراق واستقرار العراق وازدهار العراق وانفتاح على أشقاء العرب بالتأكيد التوصيات والنتائج التي ستخرج من هذه الفعاليات وهذه الأنشطة سيكون لها مداليل مهمة خاصة أن العراق من 14 بند الذي كان مقرر في الاجتماعات السابقة نفذ كل البنود المقررة من خلال هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي وهذا أمر يعطي رصانة كبيرة للإعلام العراقي ومع بدء وصول الوفود العربية المشاركة باجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والذي سيشهد اجتماعات مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة وضع الإعلام العربية وبحث سبل تطويره من بغداد حسن الفواز العراقية الأخبارية ترجمة نانسي قنقر